بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وأتم التسليم أحييكم جميعا طلاب وطالبات الصف الخامس ابتدائي لبرامج ومعاهد التربية الخاصة اليوم مادتنا التربية الإسلامية للفصل الدراسي الأول معكم المعلمة عهود مطيري عنوان درسي اليوم هو مراجعة ما تعلمته خلال الفصل الدراسي الأول قبل البدء من مشاهدة الدروس التعليمية هناك تعليمات يجب أن أتبعها لكي أستفيد من درسي أحرص دائما على اختيار المكان الهادئ والمكان البعيد عن الضجيج معرفة جدول وأوقات بث دروسي التعليمية أحرص دائما على اختيار وإحضار أدوات المدرسية كاملة وإحضار الكتاب أستمع إلى الدرس بتركيز وتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص له إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث مع أبنائنا وبناتنا للتوجيه والإرشاد عنوان درسي اليوم هو شروط الحج الأهداف التعليمية التي سوف نحققها إن شاء الله في مراجعة الدرس اليوم هدف العام معرفات شروط الحج يحرف الطالب والطالبة شروط الحج يذكر الطالب والطالبة أول شرط من شروط الحج الإسلام يذكر الطالب والطالبة ثاني شرط من شروط الحج وهو العقل يذكر الطالب والطالبة ثالث شرط من شروط الحج البلوغ أربعة يذكر الطالب والطالبة رابع شرط من شروط الحج الاستطاعة يذكر الطالب والطالبة خامس شرط من شروط الحج وهو المحرم للمرأة في أي شهر يؤدي المسلمون فريضة الحج؟ أجيب في أي شهر يؤدي المسلمون فريضة الحج؟ أحسنتم في شهري ذو الحجة في شهري ذو الحجة يؤدي المسلمون فريضة وركن الحج أضع دائرة حول الإجابة الصحيحة الحج هو الركن من أركان الإسلام ما هو الركن الذي يكون من أركان الإسلام وترتيبه الحج؟ ما هو ترتيب الحج؟ هل هو الركن الثالث أم الركن الخامس من أركان الإسلام؟ أحسنتم ترتيب ركن الحج في أركان الإسلام هو الركن الخامس ما معنى الحج؟ ما معنى الحج هو القيام بأعمال مخصوصة في مكة المكرمة وما يحيط بها في أوقات معينة كالطوافي والسعي ورمي الجمرات والصعود إلى عرفات هذا هو تعريف الحج في أي يوم يبدأ الحج ومتى ينتهي أختار الإجابة الصحيحة يبدأ الحج من تاريخ الثالث عشر من شهر ذو الحج إلى تاريخ الثامن عشر من شهر ذو الحج أم يبدأ الحج من تاريخ الثامن من ذو الحج إلى اليوم الثالث عشر من ذو الحج أختار أحسنتم يبدأ الحج من يوم الثامن وهو يوم التروية من شهر ذو الحج وينتهي الحج في اليوم الثالث عشر من شهر ذو الحج وهو آخر أيام عيد الأضحى المبارك وآخر أيام التشريق شروط الحج يجب على المسلم والمسلمة إذا أراد آداء فريضة الحج هناك شروط يجب أن يتبعها العبد ما هذه الشروط؟ الإسلام يجب أن يكون العبد مسلما فليس على الكافر حج أول شرط الإسلام من شروط الحج أحسنتم الإسلام ثانيا من شروط الحج أن يكون مسلما بعدها العقل أن يكون عاقلا فلا حج على المجنون الشرط الثاني من شروط الحج العقل الشرط الثالث من شروط الحج أن يكون مسلم عاقل أحسنتم بالغ وهو سن التكليف البلوغ وهو سن التكليف فلا حج على الصبي أو الطفل الصغير الشرط الثالث من شروط الحج البلوغ الشرط الرابع من شروط الحج الاستطاعة والاستطاعة نوعين استطاعة جسدية واستطاعة مالية يجب على المسلم العاقل البالغ أن يكون مستطيعا جسديا ويتمتع بصحة جسدية جيدة لأن الحج تنقلات من مكان إلى آخر فيجب على المسلم أن يكون ذو صحة جسدية وثاني شرط استطاعة المالية المسلمون جميعا يأتون إلى مكة المكرمة تاركين أعمالهم ووظائفهم وأزاقهم ويأتون إلى فريضة الحج فيجب على المسلم أن يكون مستطيعا ماديا ليقيم فترة الحج بعيدا عن منزله بعيدا عن عمله من شروط الحج الشرط الرابع أن يكون المسلم عاقل بالغ مستطيع والاستطاعة نوعين استطاعة جسدية واستطاعة مالية والشرط الرابع وهو خاص بالنساء وجود محرم للمرأة من هم محارم المرأة؟ محارم المرأة أبيها أخيها زوجها ابنها عمها خالها ابن أخيها هذول إيش؟ محارم المرأة يجب من شروط الحج وجود محرم للمرأة نشاط أختار الإجابة الصحيحة من شروط الحج ماذا؟ الرجل أم الطفل الصغير أختار أحسنتم البلوغ من شروط الحج البلوغ يجب أن يذهب إلى الحج الرجل المسلم العاقل البالغ رائع الآن ننتقل إلى الدرس الثاني في مادة التربية الإسلامية أركان الحج الأهداف التعليمية التي سوف نحققها إن شاء الله نهاية الدرس أركان الحج معرفة أركان الحج رقم واحد يعرف الطالب والطالبة أركان الحج يتذكر الطالب والطالبة أو يذكر الطالب والطالبة أول رقم من أركان الحج الإحرام يذكر الطالب والطالبة ثاني رقم من أركان الحج وهو الوقوف في عرفة ثالث رقم ما هو؟ هو الطواف حول الكعبة واسمه طواف الإفاظة يذكر الطالب والطالبة رابع رقم من أركان الحج السعي لكي يكون حجك صحيح ومقبول هناك أركان يجب أن ألتزم بها لكي يكون حج مقبول ما هذه الأركان؟ أول رقم هو الإحرام أول رقم هو الإحرام وهو النية بالدخول بالنسك هو النية بالدخول بالنسك أول رقم يجب أن يكون الحاج ماذا؟ أن يذهب إلى الميقات ويحرم في الميقات ويبدأ بنية الدخول بالنسك أول رقم من أركان الحج الإحرام اثنان ما هو؟ ماذا أشاهد؟ جبل أحسنتم ما هذا الجبل؟ أحسنتم جبل عرفات ثاني رقم من أركان الحج الوقوف بعرفة يجب على الحاج أن يؤدي هذا الرقم لكي يكون حجه مقبول الرقم الثاني من أركان الحج هو الوقوف بعرفة متى يقف المسلمون بعرفة؟ في أي يوم؟ أحسنتم في اليوم التاسع من شهر ذو الحجة الرقم الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة ثالث رقم من أركان الحج ما هو؟ ما هو الرقم الثالث من أركان الحج؟ أحسنتم طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة في يوم النحر يذهب المسلمون إلى أحسنتم إلى الكعبة وآداء طواف الإفاضة يطوف المسلمون سبعة أشواط ويبدأ المسلمون من الحجر الأسود إلى أن ينتهي الشوط الأول يطوف المسلمون سبعة أشواط الرقم الثالث من أركان الحج طواف الإفاضة الرقم الثالث من أركان الحج ما هو؟ ما هو؟ أشاهد أحسنتم السعي السعي بين الصفا والمروى كم شوط أحسنتم سبعة أشواط يبدأ الحاج السعي من جبل الصفا وينتهي إلى جبل المروى الرقم الرابع من أركان الحج وهو السعي يجب أن يؤدي المسلمون أركان الحج كاملة لكي يقبل الحج من الله تعالى كم عدد أركان الحج؟ أشير بيدي كم عدد أركان الحج؟ أحسنتم أربعة أركان أركان الحج أربعة فلا يصح الحج إلا بفعلها نتذكرها سويا أول رقم ممتاز الإحرام ثاني رقم الوقوف بعرفة ثالث رقم أحسنتم طواف الإفاضة ورابع رقم السعي أجيب من ترك السعي فقد ترك ماذا؟ شرط أم ركن؟ من أركان الحج إذا المسلم ترك السعي هل هو ترك شرطا أم ترك ركنا أحسنتم ترك ركنا من أركان الحج؟ تعرفت في درس اليوم على شروط الحج وعلى أركان الحج يجب أن أطبق ما تعلمته عند آدائي لفريضة الحج الواجبة شكرا أبنائي وبناتي لحسن استماعكم لدرس اليوم أترككم في رعاية الله